اشتركوا في القناة والبقاء بها الأيام المعدودات التشريق من تعجد ومن تأخر من نظر في ذلك السياق في سورة البقرة في آيات الحج بها أدهشه كثيراً قضية ذكر الله الواردة في تلك الآيات وتأملوا معي لما أمار الله عز وجل الحجيج أن يتبعوا هدى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتموا حجهم عمرتهم قالوا وأتموا الحج والعمرة لله يقف الحجيج بعرفة وهو ركن الحج الأعظم وليس فيه إلا الدعاء والاستغفار والذكر والبكاء والخضوع والدموع يوم عرفة يوم يبتهج فيه المسلم لقربه من ربه ويفضي بقلبه وقال به بظاهره وباطنه يسأل الله مقبلاً على الله إذن هو يوم عرفة في ذروة التعبد لله عز وجل وهو أيضاً في قمة إقباله على ربه يوم عرفة لكن انظر إلى الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها فإذا أفضتم من عرفات يعني إلى أين؟ إلى مزدرفة يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام طيب هو ماذا كان يصنع في عرفة؟ ماذا كان يفعل؟ أما كان في قمة عبادته وذكره؟ يريد الله منا أن ننتقل من ذكر إلى ذكر فإذا فرغنا من موضع انتقلنا إلى موضع بدأنا ذكرًا نستأنف فيه موضعًا لتشهد فيه عبادتنا بذكر الله في حجنا يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني في مزدرفة تأملوا في كثافة حضور الذكر فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من مزدرفة إلى منا واستغفروا الله هل كانوا على معصية هل كانوا في مزدرفة يقترفون السيئات ويقعون في الفواحش والآثام هم ما كانوا إلا في صلب العبادة لكن لتعلم أن رحلة الحج هي رحلة ذكر لله قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم هذه عرفة وتلك مزدلفة وملئت ذكرًا ودعاءً وابتهالًا وتوجهًا وسؤالًا يقول الله عز وجل بعد ذلك فإذا قضيتم مناسككم انتهى يوم التاسع ويوم العاشر بالرمي والنحر والطواف والسعي والحلق فإذا قضيتم مناسككم وعدتم إلى مناً للمبيت بها أيام التشريق ورمي الجمرات قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا كانت العرب إذا حجت وأتت منه أنشأت مجالسها تتفاخر بأمجاد آبائها وأجدادها تنشد الأشعار وتورد المآثر وتفتخر بالأحساب والأنساب قال الله في الإسلام اجعلوا مكان ذلك ذكرًا عظيمًا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم يعني في الجاهلية أو أشد ذكرًا ما الذي تجدونه في السياق أن الحج من أوله إلى آخره ما هو إلا كثرة ذكر لله وهنا تفهم الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات اشتركوا في القناة